بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الخاصة للصف الرابع ابتدائي مادة الرياضيات أحبايا الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا إزالة جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس العدد ستة عشر أحبايا الطلاب والطالبات أولا يجب علينا أن نتعرف على أهداف هذا الدرس نميز شكل العدد ستة عشر ثانيا نشير للعدد ستة عشر ثالثا تمثيل العدد ستة عشر رابعا كتابة العدد ستة عشر إذن أحبايا الطلاب والطالبات ها هو العدد ستة عشر أحبايا الطلاب والطالبات إذن ها هو العدد ستة عشر إذن أحبايا الطلاب هيا نقوم بمشاهدة هذه الأشكال إذن لدينا هنا مجموعة من الأشكال إذن سوف نقوم بعد هذه الأشكال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر أحسنتم يا أحبايا الطلاب والطالبات إذن ها هي الأشكال عدد هذه الأشكال هي ستة عشر أحسنتم يا أحبايا الطلاب والطالبات أحبايا الطلاب والطالبات هيا نقوم بكتابة العدد 16 بتتبع النقاط التالية إذن هيا نقوم بكتابة العدد 16 بتتبع النقاط التالية هيا نمسك القلم المسكة المناسبة ثم نقوم بكتابة العدد ستة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن وهنا سوف نقوم بتلوين العدد ستة عشر هيا نقوم بتلوين العدد ستة عشر إذن ها هو العدد ستة عشر هيا نلوين العدد ستة عشر إذن هيا نقوم بتلوين العدد ستة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات سوف نقوم بكتابة الأعداد من العدد واحد وحتى العدد ستة عشر هيا نقوم بإحضار الدفتر أو الورقة والقلم ونمسك القلم المسكة المناسبة ثم نقوم بكتابة هذه الأعداد هيا نقوم بكتابة هذه الأعداد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن هنا سوف نقوم بإكمال هذه الأعداد إذن لدينا هنا في هذا الجدول مجموعة من الأعداد سوف نقوم بإكمال هذه الأعداد إذن لدينا هنا العدد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات هنا سوف نساعد عمار باستخراج العدد ستة عشر إذن ساعد عمار باستخراج العدد ستة عشر إذن أحباي الطلاب والطالبات هيا نساعد عمار على استخراج العدد ستة عشر إذن هيا نقوم بمساعدة عمار على استخراج العدد ستة عشر إذن على استخراج العدد ستة عشر إذن ها هو العدد ستة عشر هيا نقوم بمساعدة عمار باستخراج العدد ستة عشر وأيضا ها هو العدد ستة عشر ستة عشر وأيضا ها هو العدد ستة عشر أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة تسعون إذن هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة تسعون في النشاط الأول صل بين العدد وما يطابقه إذن لدينا هنا مجموعة من الأعداد إذن أحبائي الطلاب والطالبات لدينا هنا مجموعة من الأعداد هيا نقوم بتوصيل العدد وما يطابقه من الأعداد إذن لدينا هنا العدد هنا لدينا العدد ستة عشر إذن هنا لدينا العدد ستة عشر أحسنتم ها هو العدد ستة عشر وأيضاً ها هو العدد ستة عشر أحسنتم ها هو العدد ستة عشر أحسنتم ها هو العدد ستة عشر أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن أحبائي الطلاب والطالبات كم عدد هذه الدوائر إذن أحبائي الطلاب والطالبات لدينا هنا مجموعة من الدوائر هيا نقوم بعد هذه الدوائر إذن هيا نقوم بعد هذه الدوائر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر إذن مجموعة هذه الدوائر هو العدد ستة عشر إذن مجموعة هذه الدوائر هو العدد ستة عشر أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن وهنا تمثيل العدد بالأشكال إذن أحبائي الطلاب والطالبات لدينا هنا مجموعة من الأشكال إذن هذا العمود يمثل الرقم عشرة إذن هذا العمود يمثل الرقم عشرة وهنا إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر إذن مجموعة هذه الأشكال هو العدد ستة عشر أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات أشكركم على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درسين آخر